السلام عليكم وحمد الله وبركاته. معاكم عبدالعيس حسن. هنبدأ نكمل الشغل على الجزء بتاع الانجينيكس. زي ما قلنا في الاول اللي مكلم شاهدنا عن انجينيكس. هنلسى هنرجع في حتة دي ونعدي الفاش وائب. احنا لو بصلنا على البيتش بي. هنا هو الجزء بتاع الاس ار سي اب. تمام? هيبقى الانك بي الفار دابي دابي. احنا محتاجين ناخد دي كده كده. ونروح نقول له نفس الكلام هيحصل في الكنتينير بتاع الانجينيكس. ان الاس ار سي اب اللي هيبقى موجود هنا. هيبقى لنك بالفار دابي دابيو اتش تيميل. طعم? في حاجة اخيرة محتاجين نضيفه هنا. ان احنا هنقول له. اه. تعال بس نكتبه عشان نفهمه وعا كان نشرحها. هنقول هنا انجينيكس. انجينيكس. اه. نيكس. طبعا. اه. سلاش دي فولت. دوت كونف. هيبقى لنك بي. اه. ال اي تي سي. سلاش اي تي سي. سلاش. اه. انجينيكس. سلاش كونف. دوت دي. كونف دي ده ملف او فولدر كونفوكيشنز. لنفس ملف. ده كونف ازران. طب اللي بيحصل هنا. اللي بيحصل هنا ان انا هعمل هنا اه. نيو فولدر. هسميه انجينيكس. طبعا. والانجينيكس ده يبقى جواه ملف اسمه دي فولد كونف اللي هو ده. طبعا. الملف ده بقى هيبقى لينك بي. ال اي تي سي انجينيكس كونف دوت دي دي فولد دوت كونف. الملف ده خاص بايه? الملف ده بيروح يقول انجينيكس خلي بالك انا البروشكت بتاعي في البصل الفلاني. البروشكت بتاعي ابعت لي كل الريكوستات على الاندكس بي. بيقى فيه شوية فايل بيقى فيه شوية خاصة بالانجينيكس. طبعا. فانا هنا بنرن الانجينيكس فايل او بنرن انجينيكس سيرفرز. طبعا. وبعد كده بقول لها خلي بالك ان الكونفجراشن بتاعتك موجودة في الملف ده. طبعا. اللي هو لينكت بالملف اللي جوه الكنتينر. طبعا. هنبص على الملف ده ده دلوقتي وهنا هفهم ايه اللي جوه اكتر. بس انا عشان سهل الدنيا. وعشان ما طولش وقت الفيديو. انا هاخد الملف ده عندي كوبية هحطه هنا. عشان بس وقت الفيديو. وهشروح لكم الحاجات المهمة فيه. اولا الحتة دي مهمة جدا جدا خصوصا في لان الحتة دي هي بتساوي بتساوي كل الريكوستات. طبعا? وبتروح ترمية على الاندكس لتبي اتش بي. اللي هو موجود جوهر بابليك. طبعا? فالحتة دي مهمة جدا جدا. لان الارفل بيشتغل بالطريقة دي اصلا. اي عندك بيروح على الاندكس بيتش بي. وهي بتقرر ايه اللي هيحصل بالزبط. الملف ده هو اللي بيقرر ايه يحصل. لان كل الدنيا كلاب تشغل من الاندكس اللي هو موجود في فانا كنت عايز لازم يقى فيه اوبشن. الاوبشن ده يخلي اي ريكوست يجي يحوله على الاندكس دوت بيتش بي. وطبعا هنا بيحط حاجة اسمها عشان لو انت بعت مع الريكوست يبيعت معاه على طول. تمام? عندك الجزء الخاص بي ان هو بيلوج الارورز وبيلوج الاحس بيقول له هنا بيقول لك السيرفر هنا ممكن تحط الدومين تحط الاي بي تحط دوك الهوس زي ما انا حطت كده زي ما انت عايز لو فيه دومين هتحطو. هنا بيتقول له ان احنا بنسابورت الملفات البي وملفات الاتش تيميل وهنا هنقول له البورت اللي احنا هلسنا عليه. وده المسؤول عن هو بيرن ملفات البي اتش بي بتاعتنا. اهم حاجة في القصة دي كلها. شايفين البي اتش بي دي? البي اتش بي دي هو نفس اسم السيرفر على البي اتش بي. يعني انت لو بسمي البي اتش بي دي اي حاجة ما عرفش اي حاجة كده. لازم تاخد اي حاجة دي كده تحطو هنا. تغير هنا. طبعا? انا همخلاها عشان السيرفر ستاعت اسمها هنا بي اتش بي. طيب. اه كده اعتقد الدينية تقى مزبوطة. طبعا? كده اول ما هنشغل الكنتينر. اه اه في حاجة نقصة. في حاجة نقصة احنا نسيناها عشان المفقود دي حاجة مهم برضو. ان هنا في الكنتينر ده. انا عايز اه اجي اقول له هنا بعد البورت سأجي اقول له هنا دي باندز اون. دي باندز اون. دي باندز اون دي هتخليني الملف او الكنتينر بتاع الانجين اكس ده ما يشتغلش غير لما البي اتش بي يشتغل. يعني عايز البي اشتغل الاول وبعد كده الانجينيكس اشتغل وده طبيعي جدا لان الانجينيكس اصلا بيعتمد على البي اتش بي. يعني احنا لو بصين هنا في الكون في احنا مستخدمين الـ نفسيها. تمام? فما ينفعش تشغل الانجينيكس غير لما البي اتكون انا متأكن انها يروننج. والدينة تمام معها. تمام? فانا لازم هنا اواجه يقول له هنا. دي بنتز اون يعني معتمدة على البي اتش بي واعتمد على لما الاتنين دول يرنوا ويخلصوا تمام شغال لي بتاعي تمام تعال بس ندي هنا مسافات كده عشان تبقى الدنيا واضحة ادي بالشكلة تمام كده اعتقد الموضوع تمام المفوض دلوقتي لما ران اللي هي تقى تمام يلا بينا ران هندوس هنا اه في حاجة غلط ايه طيب نبص عليه طيب هو كان الغلط اللي موجود ان انا كنت كاتب دي غلط يعني لو رجعنا كده او رجعنا هنلاقي دوكر المكتوبة بشكل غلط فصلحتها وخليتها بالشكل اوكي اه وعملت ومفروض ان هو بيقولك لكن الدنيا مضبوطة مفيش مشكلة فيها تمام تعال نروح بقى اللي براوسر بتاعي دلوقتي ونقوله هنا لوكال هوست كنا اه هنا في الانجينيكس بنقول كورتها ستة تمانين ستين تمانين ستين انتر ران اللار في الابليكيشن بس هنا في مشكلة في البرميشنز تعال نصلاح ام تعال نروح هنا على الجزء بتاع البيت بي اهو هنا اهو هنا هنا بعد اذنك عمل لي هنا ترمينال هلا هنا شمود اه داش ار تلت سبعات الاستورج اهو مفروضة عملت بقديني مضبوطة بالشكل لحظكم شايفين قدامكم ده تمام كلام جديد جدا 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 طيب اه لو عايزين بقى عايزين بتاعتنا اول حاجة لازم نعملها لازم نخش على الاب بتاعنا على الان فايل تمام اه طبعا بس نكبر عشان نستشوف معي اعايزين نغير بقى البيانات بتاعت تمام احنا نغيرها بالبيانات اللي احنا حطانا هنا في الماي سيكويل نعم نزلنا تحت شيك كده كده طبعا عايزين نصغر الجزء ده كده اوكي طيب اه بنابة بتاعت الماي سيكويل اه اه الاتاباز هومستيت ام الاتاباز الوزر نيم بالباسورد طبعا البرت هيبقى هنسيبه زي ما هو كده كده هو اه دي نهاية تقوى نظبوطة الهوست نيم دي هي اللي هنغيرها هنغيرها نحطها ماي سيكول هنقول له بدلا من الوسط نيم هنا هنقول له مايسيكول بالشكل ده طبعا كل اللي هنعملو ده هتقول انا مميجرية طبعا كده انا عملت بس خالب لكم اننا جوا ده جوا كل كل manda هنا انا عملو من خلالoration بتاع بعمله فالترمين له العادي يعني انا رحت Large خالص اللي هو ده اللي هو بتاعة بتاعي انا اصلا طبعا وطول هنا اه سي دي خشيلي على الاب. اه لا سوايني. خلي بس اولي انا فين دقتي. اه سي دي اس ار سي. اه سي دي اب. خلس. انا كده جوه البروجيكت. طبعا? بس اللي عملت هنا بيتش بي ارزين. ميجريت. شاي ميجريت حاجة. ليه? لان هو اصلا هو مش شايف داتا بيز. داتا بيز دي عبارة عن كونتينر. طبعا? فانا لازم 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 اكون واقف جوه الايه? جوه الكنتينر بتاعي بتاع البيتش بي. اللي هو اخر واحد عندي ده. ازاي هبقى واقف جوه? زي ما احنا قلنا كده? كل عليكت هتروح عليه. هتيجي هنا. هتقول هنا بيتش بي. هتيجي هنا. هتقول هنا كليك يمين. هتقول هنا. هيفتح لك الترمينال ده. بتاعفت ميجريت عادي. بتاعفت تعمل اي حاجة للحاجات دي كلها. طبعا? فانت تأكد دايما انت واقف جوه الكنتينر. مش برا في بتاعك العادي. طبعا? بس ان شاء الله الكود بتاع او البروشيكت ده هرفعه على تمام? هتلاقي في الكود ده وهتلاقي في الكود بتاع الانجينيكس. على فكرة الانجينيكس انت ممكن تحط حاجات اكتر من كده. يعني ممكن تزود موضوع ان انت تعمل او تعمل يعني في ممكن لو انت تخش بس على هتلاقي حاجات كتير جدا ممكن تعملها. طبعا? كل حاجات كتير جدا تعملها تصارعها لك الدنيا كمان في بطاعتك. طبعا? بس ده المينمام اللي انت ممكن تشتغل عليه. طبعا? هتلاقيه كمان ده موجود فوق. اه احنا شغلنا على اخر من بازوي يعني تمانية. فالحطة دي كويسة جدا لو انت عايز زي ما اتفقنا في الاول خالص. لو انت عايز يبقى عندك نفس بيئة العمل الاولاين. هنا كل محتاج وانت تفول على دي. اشوفكم ان شاء الله في سيريز جديدة. السلام.